بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي قناة عين التعليمية أهلا وسهلا طلاب الأعزاء وطالبات العزيزات معكم معلمة صعوبات التعلم سارة منصور بن حميد عنوان درسنا لهذا اليوم كلمات مبدوءة باللام القمرية إذا دخلت عليها لام مكسورة الخاصة بجميع المراحل الدراسية لمادة صعوبات التعلم للفصل الدراسي الثاني حتى نستفيد سويا من الدرس هناك تعليمات للصف الافتراضي سوف نتفق عليها هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا نتعرف على تعليمات التعلم عن بعد ألا وهي الجلوس في مكان هادئ التأكد من الاتصال بالإنترنت الجلوس حتى انتهى الوقت للاستفادة من الحصة الدراسية هدفنا العام لهذا اليوم معرفة الطالب والطالبة قراءة وكتابة كلمات مبدوءة باللام القمرية إذا دخلت عليها لام مكسورة طلابي وطالباتي ماذا تلاحظون على الكلمات التالية؟ نشاهد صورة وكلمة للمرور وكذلك للوقت للأقلام للعنب هذه الكلمات بدأت بحرف وهذا الحرف حرف بلون مختلف ما هو هذا الحرف؟ للمرور للوقت للأقلام للعنب إذن أحسنتم إذن كلمات مبدوءة باللام القمرية إذا دخلت عليها لام مكسورة إذن الحرف الذي بدأت به هذه الكلمات بدأت بحرف ماذا؟ للمرور للوقت للأقلام للعنب ماذا بدأت؟ أحسنتم طلابي وطالباتي إذن بدأت بحرف اللام نلاحظ يوجد في هذا الحرف حركة ما هي هذه الحركة؟ للمرور للوقت ما هي هذه الحركة التي تقع أسفل الحرف؟ أحسنتم طلابي وطالباتي إذن لام مكسورة بحركة الكسرة إذن الآن نجرد ونكتب هذه الكلمات بدون حرف اللام تصبح ماذا؟ للمرور تصبح المرور للوقت بدون حرف اللام تصبح الوقت للأقلام الأقلام للعنب أصبحت العنب إذن حذفنا لام المكسورة والآن نطبق كلمة من كلمات مبدوءة بلام مكسورة دخلت على لام قمرية باستعمال ماذا؟ أحسنتم إذن باستعمال حواسنا حتى تثبت معلومتنا بشكل أطول نشاهد هذه الكلمة كلمة ماذا؟ كلمة الوقت وذكرت في الصورة السابقة إذن الوقت الآن عند إضافة اللام المكسورة ماذا نعمل؟ نحذف اللام ونضيف اللام المكسورة سوف نستخدم السلصال سوف نستخدم السلصال لأنه مميز ودرسنا لهذا اليوم بهذه الطريقة إذن بهذه الطريقة إذن حرف اللام حركتها لام ماذا؟ أحسنتم إذن لام مكسورة أسفل الكلمة وبعد ذلك دخلت على الكلمة ما هو الإجراء التي تم عمله؟ للوقت ما هو الإجراء؟ ماذا عملت؟ أحسنتم إذن حذفت الألف وأصبحت كتابتها الوقت أحسنتم 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 الوقت مع إضافة اللام أصبحت كتابتها ماذا؟ للوقت إذن حرف اللام ماذا عملنا؟ ماذا حذفنا؟ أحسنتم إذن حذفنا الألف اللام القمرية وأصبحت بهذه الطريقة أحسنتم طلابي وطالباتي الآن نشاهد الكلمة التالية للمرور بدأت بحرف ماذا؟ بدأت بحرف اللام مع إضافتها لكلمة المرور كتبت بهذه الطريقة ما هو العمل التي تم عمله؟ ماذا عملنا؟ أحسنتم إذن قمنا بحذف اللام نشاهدها الآن بالبطاقات لكي تتضح لدينا نشاهدها بالبطاقات إذن للمرور إذن هذه الكلمة للمرور المرور عند كتابتها عند كتابتها عند كتابتها باللام المكسورة ما هو الإجراء الذي أقوم به؟ ماذا أعمل؟ أحسنتم إذن أحذف الألف وأضيف اللام وتصبح للمرور أحسنتم وتكتب بكيف طريقة كتابتها؟ للمرور أحسنتم طلابي وطالباتي إذن تصبح بهذه الطريقة إذن ماذا عملت؟ حذفت الألف حذفنا الألف وكتبنا اللام في أول الكلمة وحركتها مكسورة بهذه الطريقة نشاهد كلمة ثانية كلمة ماذا؟ نشاهد طلابي وطالباتي نشاهد كلمة العنب عند إضافة اللام تصبح ماذا؟ عند إضافة اللام تصبح ماذا؟ للعنب إذن العنب بهذه الطريقة إذن العنب كتبت بهذه الطريقة وعند إضافة اللام ماذا نعمل؟ نقوم بحذف الألف وتكتب بهذه الطريقة إذن ماذا عملنا؟ إذن حذفنا حذفنا الألف وكيفية كتابتها كيف؟ أحسنتم الآن نكتبها مع بعضنا البعض بخط جميل لكي تصبح بهذه الطريقة إذن للعنب هل اتضحت لديكم؟ أحسنتم طلابي وطالباتي إذن نشاهد كلمة للأقلام الأقلام هل اتضحت اللام في النطق؟ الأقلام أحسنتم إذن اتضحت لدينا في النطق إذن تصبح لام قمرية تكتب وكذلك تنطق وكذلك تنطق أثناء الكلام إذن وعند إضافة اللام ماذا نعمل؟ أحسنتم إذن نحذف حرف الألف وتصبح بهذه الطريقة للأقلام إذن ماذا عملنا؟ ممتاز إذن حذفنا حرف اللام وأصبحت قراءتها للأقلام لماذا؟ ذكرنا اللام مرتين أحسنتم لأن اللام القمرية تكتب وتنطق لأن اللام القمرية تكتب وتنطق وماذا تشاهدون؟ ما هي حركتها؟ ما هي حركتها؟ ممتاز إذن حركتها ساكن إذن حركة السكون أحسنتم طلابي وطالباتي نلاحظ الكلمة اللام القمرية مثل كلمة القمر نضيف اللام المكسورة وتصبح بصوت عالي وبصوت مرتفع أحسنتم إذن للقمر أحسنتم طلابي وطالباتي إذن ماذا تلاحظون؟ ماذا لاحظنا؟ ماذا عملنا؟ ممتاز إذن نلاحظ أن الألف تحذف من أولها إذا دخلت عليها ماذا؟ ممتاز إذن إذا دخلت عليها لام مكسورة أحسنتم طلابي وطالباتي هل أنتم مستعدون للتفكير والإجابة؟ إذن أنتم مبدعين ومبدعات حيا بنا ننضلق للتفكير والإجابة بشكل صحيح؟ أملأ الفراغ بالإسم المناسب بعد دخول اللام المكسورة صورة شخص يقرأ وأريد أن أكتبها باللام القمرية سبقت بلام مكسورة ماذا تصبح؟ منافع عديدة أحسنتم إذن للقراءة إذن للقراءة إذن للقراءة منافع عديدة للقراءة إذن حذفنا الألف وكتبنا اللام واللام المكسورة وأصبحت للقراءة منافع عديدة ونحرص على قراءتنا والإطلاع والقراءة لأنها تنير عقولنا وتحثنا على التطور والتقدم وفي ختام يومنا ماذا تعلمنا؟ أحسنتم طلابي وطالبات إذن تعلمنا على قراءة وكتابة كلمات مبدوء باللام القمرية إذا سبقت بلام مكسورة أحسنتم طلابي وطالبات توصياتنا لأولياء الأمور وطلاب وطالبات صعبات التعلم التدريب المستمر والمراجع على فترات منظمة وغير متباعدة استعمال المحسوس ثم الصور ثم المجرد وذلك لتثبيته لشكل أطول خلق بيئة محفزة بالتعزيز والتشجيع بأنواعه وفي نهاية درسنا لهذا اليوم أشكر لكم حسن استماعكم أسأل الله التوفيق والسداد لي ولكم كنت معكم معلمة صعبات التعلم سارة منصور بن حميد